طيب عايزة ابتدي مع حضراتكم بخبر مهم جدا وهو بيتعلق بأحد نجوم النادي الأهلي وليد سليمان واللي كان بيعاني من أعراض فيروس كورونا خلال سبعين فاته وبالتالي غاب بسببهم عن نهاء دوري أبطال أفريقيا وأيضا عن المباريات الحاسمة في بطولة كأس مصر خلاص من حوالي عشر دقيق قبل دلوقتي وليد سليمان أعلن شفاءه من فيروس كورونا هو وأسرته بالكامل زوجته وابنه ألف حمد الله على السلامة ليهم واللاعب بإذن الله هيكون متاح للمشاركة في التدريبات مع النادي الأهلي بداية من الغد ومن ثم بإذن الله يكون متاح للمشاركة فيها المباريات تبقى للرؤية الفنية الخاصة بميستر بيتسو موسماني حابنا أن نحن نطمن كل جمهور النادي الأهلي لأن كان فيه ألأ كتير على وليد سليمان لعب مهم جدا وكان أبرز لعب النادي الأهلي عام دار السنوات السابقة كلها وكمان الموسم المنقضي طيب خلينا نتكلم مع حضراتكم عن أبرز بنود ليحة لجنة المسابقات وصلت لنا للليحة كلها لكن احنا اخترنا البنود اللي كان عليها لغط على مدار الموسم اللي فات كله واللي كان فيه تساؤلات بخصوصها كتير جدا فبالتالي أنا هتكلم مع حضراتكم وحعرض لحضراتكم بند بند على الشاشة من أبرز البنود مش كل بنود الليحة لأنها البنود كتير جدا لكن أهم وأبرز هذه البنود وأنا هبتدي بأول بند وهو اللي بيتعلق بحالة فوز فريق ببطولة الدوري وكاس مصر تقام مباراة كاس السوبر نحن عارفين دلوقتي أن السنة دي الأهلي حيلعب من في السوبر المصري؟ الأهلي بطل الدوري وبطل الكاس تبقى للليحة اللي قبل دي قبل ما تتعدل بتاعة لجنة المسابقات كان الأهلي حيقابل وصيف بطل الكاس في حالة أنه هو طبعا فاس ببطولة كاس مصر فخلاص إحنا هللعى طلعة جيش طيب الموسم الجديد إيه اللي هيحصل؟ لا أنت هتقابل وصيف بطولة الدوري في حالة أن أنت جمعت البطولتين برضو يعني الأهلي بإذن الله تعالى مثلا الموسم الجديد فاس بدوري وكاس هيلعب تاني الدوري مش تاني كاس مصر في حالة كمان اعتذار وصيف الدوري تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكاس حصلت قبل كده في أول بطولة أو تاني بطولة من كاس السوبر كان أعتقد أعتقد فيه فريق كان مش متذكر مين اللي كان اعتذر ولعب مكان وغازل المحلة أمام الزمالك فبالتالي لو بطل وصيف الدوري اعتذر عن مشاركة في السوبر فبالتالي وصيف كاس مصر هو اللي هيشارك في السوبر ده طبقا للليحة الجديدة دي نقطة مهمة جدا طيب خلينا نروح لتقنية الفار تقنية الفار حيتم تطبيقها طبعا في جميع المباراة لكن ماذا لو حصل أي عطل فني في التقنية نفسها سواء قبل المباراة أو بعد المباراة إيه اللي هيحصل مباراة تتلعب ولا لا هتتلعب بشكل طبيعي جدا من غير فار لو فيه أي مشكلة تقنية أو مشكلة فنية بخصوص الفار لا الأمور هتمشي مباراة تتلعب في موعدها بدون أي مشاكل هتتلعب من غير الفار هي المباراة دي اللي هتتلعب من غير الفار في حالة إن فيه مشكلة في موضوع الفار فدي برضو نقطة من ضمن النقاط المهمة جدا اللي ركز عليها لجنة المسابعات ركزت عليها بشكل كبير جدا في اتحاد المصر الكورت القدم طيب ماذا لو تعرض عدد كبير من لعبي إحدى الفرق المشاركة في مباراة من مباراة الدورة لحالات من فيروس كورونا في حالة ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين بعد خضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا لا يتم تأجيل أي مباراة لأي فريق إلا إذا إلا إذا إيه بقى تجاوز عدد المصابين من اللاعبين المقيضين في قامة الفريق الأول 16 لاعب يعني أنت دلوقتي عندك ماتش مثلا بكرة وتعاملت الفحصات الخاصة بكورونا وتلقى عندك 16 لعيب عندهم كورونا ما يكشدعوا بقى بإيه بعضاء الجهاز الفني أو الإداري ما يتحزبوش بتحزبوا بس اللاعبة تلقى عندك 16 فالمباراة حتتأجل مش هتتلاعب طب لو عندك 15 لاعب لا مباراة تتلاعب عادي الحالة الوحيدة إن المباراة تتأجل فيها إن يبقى عندك 16 لاعب عنده كورونا لا قدر الله بعد الشرع عن الجميع يعني فدي برضو نقطة من النقاط المهمة جدا نروح للنقطة اللي بعديها تحديد مراكز الهبوط والمربع الزهبي في حالة تساوي النقاط يعني أنت دلوقتي متساوي في عدد النقاط فمثلا المربع الزهبي أو الهبوط أو بطل الدوري مثلا هتروح للمواجهات المباشرة مباشرة أول حاجة المواجهات المباشرة زي ما حراركم شايفين على الشاشة النقاط في المواجهات المباشرة يعني أنا كسبتك متش وتعدلت معك متش تاني يبقى أنا خلاص كده أنا البطر طيب لو أنا كسبتك متش وإنت كسبتني متش في الزهاب والقياب هيبقى فرق الأهداف في المواجهات المباشرة يعني لو كسبتك متش 3-1 وإنت كسبتني متش 3-2 فأنا كده اللي فايز وأخذ بالك معي دي برضو من النقاط المهمة طيب فارق الأهداف في المسابقة لو أنت بقى كسبت مثلا أنت كسبت المواجهة 1-0 وخسرته 1-0 فهتروح لفارق الأهداف في المسابقة مين جابك وان أكتر أو مين عنده بلاس أهداف أكتر من الفارق الآخر عدد أهداف أكتر في الدوري بتتحسب إزاي الأهداف اللي أنت أحرصتها واستقبلتها بيتجمعوا على بعض ونشوف أنت الأهداف اللي بالنسبة لك أعلى إيه جبت عدد كام من الأهداف وتعمل مقارنة مع الفريق المتساوي معك في عدد النقاط طيب لو أنتوا متساويين برضو في فارق الأهداف حيبقى لحل إيه هتشوف الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة يعني اللي جاب عدد أهداف أكتر مش هتبص بقى أنت استقبلت كام هدف لأ هتبص أنت جبت كام هدف اللي جاب أكتر حيكون هو إيه ليه الأولوية طيب في حالة التعادل في كل ما سبق حيبقى الحل إيه مباراة فاصلة على ملعب محاية ده أيضا أمر مهم جدا طيب بطل المسابقة يتسلم الفريق البطل درع المسابقة ويحتفظ به طوال الموسم التالي يفضل معاه ويلتزم بتسليمه بنفس حالته قبل أسبوعين من انتهاء المسابقة يعني أنت الأهل بطل الدوري حيبضل معاه الدرع بغاية لما الموسم يخلص قبل الموسم يخلص بأسبوعين حيسلم الدرع لإتحاد القر طيب كل فريق حيتسلم خمسين ميدالية ولا يحتسب اللقب إلا للاعب شارك فيه تلات مباراة لو حد لاعب يعلم تلات مباراة في بطولة الدوري يفاز بها فريقه ما يتحسبلوش بطولة الدوري طيب من ضمن كمان البنود المهمة جدا يلتزم كل نادي بتعيين منصق أعلامي واختار الاتحاد المصري لقرة القدم بهوياته قبل بداية الموسم وده أيضا أمر مهم لمنصق الإعلامي ببالي أدوار مهمة جدا فيما يتعلق بالمؤتمرات الصحفية فيما يتعلق باللقاءات اللاعبين بعد المباريات يلتزم كمان كل نادي بحضور المدير الفني المؤتمر الذي يتبع المباراة ولا يحق للنادي إرسال أي فرد من أفراد الجهاز الفني لينوب عنه إلا في حالة تعارض المدير الفني للإيقاف أو طرد يعني المدير الفني لو طرد في المباراة فما يحضرش المؤتمر الصحفي فحيبقى فيه حد بينوب عنه وهو اللي يحضر لو المدير الفني أصلا موقف المباراة دي فبالتالي حيكمه في المدرجات فبالتالي إنش ينفع برضه يحضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة اللي هو موقف فيها ففي الحالة دي يحق المساعد حضور المؤتمر بالشكل طبيعي لكن فيما عدا ذلك يحضر المدير الفني وده إجبار يعني طيب في حالة عدم اكتمال المسابقة أو إلغاءها لزروف كهرية وده بقى نقطة مهمة جدا ليه؟ لأن إحنا الموسم اللي فات اتفاجئنا في فيروس كورونا والجائحة دي وكان فيه مشاكل كتير جدا وكان فيه كلام إن المسابقة هتتلغي والكلام من دي طب الحل كان حيبقى في الوقت ده كان فيه لغاته والناس برأي كده والناس برأي آخر فإحنا أو بالتحديد اللجنة اللي المسابقة فالتحاد المصر ركزت على الجزئية دي بشكل كبير قالت لك لو لو المسابقة وقفت قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مباراة يعني الدوري كله 306 مباراة لو مسابقة وقفت عند المباراة 152 فخلاص الموسم ده كأنه ما تلعبش وحتلجأ لترتيب الموسم السابق اللي هو اللي قبل ما الموسم ده يبتدي اللي هو آخر موسم الجدوى الآخر موسم هو اللي هتلجأ تمام؟ تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأنه لم يكن ده لو انت لعبت المباراة أقل من نصف المباراة اللي هي بتاعة الدوري 306 طيب ويرسل لتحضر مصر لتحضر أفريقيا نفس الفرق المشاركة في آخر نسخة إفريقية ده بالتالي يعني بعد انكضاء نصف المسابقة أي بعد إقامة 150 مباراة أو أكثر يعني انت خلاص لعبت 50% من المسابقة يعتمد آخر ترتيب يعني انت خلاص خلصت الدور الأول مثلا يعني والمسابقة اللي قدر الله وقفت لأي سبب من الأسباب القهرية هتعمل إيه يبقى نتائج المسابقة هتعتمد على آخر مباراة لعبت 50% فيما فوق تمام ويعتمد آخر ترتيب للفرق ووقت إلغاء المسابقة يحتسب البطل وفرق المربع الزهبي وفرق الهبوط طبقا لجدوة ترتيب وقت إلغاء المسابقة ده أمر مهم جدا وتوضيح حام من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم طيب تعالوا نروح بقى للمشاركات الأفريقية في حالة تحديد الاتحاد الأفريقي موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري وقبل انتهاء كاس مصر هتعمل إيه يعني أنت خلصت بطولة الدوري الأول ولسه كاس مصر مخلصت زي السنة دي مثلا يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى من مسابقات الدوري طبقا لما يقروا الاتحاد الأفريقي من عدد الفرق المشاركة الاتحاد الأفريقي حيبعث لك يقول لك لازم تقول لي الفرق المشاركة في بطولة الأفريقية سواء دوري الأبطال الأفريقية أو كون فدرالي وكاس مصر عندك مخلص فأنا حاخد بقى إيه من الفرق اللي في الدور ده برضو من ضمن الأمور المهمة في حالة قبل انتهاء بطولة الدوري مع عدم حسم المقاعد المؤهلة يتم اعتماد جدول الترتيب على الوقت اللي أرسل فيه الاتحاد الأفريقي وأكبر فيه الاتحاد المصري إنه يرسله الأندية اللي تشارك في البطولات الأفريقية يعني أنت دلوقتي نقص لك أربع أسابيع مثلا عن تهاء بطولة الدوري والأهلي مثلا الأول إزا مالك التاني بيرامدز التالت كلام منت ولسه فيه جوالات حسم لكن انت مقبر تبعت أسماء الفرق اللي تبقى مشاركة في البطولات الأفريقية تبقى للمواعيد المعينة فمش هتبص خالص الأربع الأسابيع اللي جايين دول حيحصل فيهم إيه لا هتاخد الجدول قبل الأربع الأسابيع المتبقين مثلا في دول الدوري طبعا أنت مقبر تبعت للاتحاد الأفريقي دي برضو من ضمن النقاط المهمة جدا اللي بيتكلم فيها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري في حالة عدم تساوي الفرق في المباريات التي خاضتها يتم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة الرياضية والجزئية دي غاية في الأهمية وانا عايزة وضحها لحضراتكم يعني ايه مبدأ الجدارة الرياضية اللي هو يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية عن طريق المعادلة التالية اللي هي ايه عدد النقاط التي حصدها كل فريق مكسوم على عدد المباريات التي خاضها يعني انت لعبت مثلا عدد مباريات أقل نايس لك مثلا ماتش مؤجل وفيه فريق تاني والدوري خلاص هتلغي وفيه فريق تاني لعب أكتر منك فانت خلاص عديت 50% من المسابقة فحتعمل ايه فريق ده ممكن لو كسب يعدي يبقى حتعمل مبدأ الجدارة الرياضية اللي هو عدد النقاط اللي انت حصدتها كفريق مقسوم على عدد المباريات اللي انت لعبتها وفي حالة تساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق الجدارة الرياضية تتم الاحتكام الى البندة الخاص بنظام الترتيب العام للجدور في الحقيقة نقاط كلها مهمة جدا ومجهود رائعة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري علشان يلغو اي لغط ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاي او الموسم الجديد ان شاء الله بإذن لما يكونش فيه اي مشاكل يعني طيب في بعض برضو البنود البسيطة جدا لكن هي ايضا مهمة قالك لا يحكي اشراك لعب عمره يكون اقل من 15 عام يسمح بجلوس عدد سبع افراد من الجهاز الفني والطبي والاداري على دكة البودلاء بما فيهم المترجم يعني سبع افراد بس من الجهاز الفني البودلاء ومعاهم كمان المترجم كلهم التوتل يبقى سبع افراد يحك تسجيل تسجيل تسع بودلاء في قائمة المباراة يعني انت المباراة تخش قادي 11 و 9 يبقى معاك عشرين لعيب القائمة بتاعتك ويحك ليك كمان خمس تبديلات في كل المباراة نفس على غرار ما انتهى به الموسم الماضي بس الخمس تغيرات هيكونوا على ثلاث فترات ما بيتحسبش فيهم الفترة اللي هي ما بين الشوطين يحك للعب المعار الشراك مع ندي المعار إليه ضد ندي الأصل يا المعار منه يعني انت دلوقتي طلعت لعيبة عارة من عندك مثلا كنادي أهلي ما يحقش لك ان انت تقولهم يا جماعة اللعيب ده أحد دولكم عارة بس ما يلعبش ضد لا يلعب لغوا الجزئية دي في لجنة المسابقات وشفناها في مطش الأهلي والتحاد في نصف نهاية كاس مصر عمار حمدي معار من نادي الأهلي ما يتعلق به الملعب ملعب المباراة يتم تغيير ملعب المباراة على حسب الظروف الأمنية أو الخطاب الأمني اللي ممكن يوصل لاتحاد الكور يعني في مثلا رؤية أمنية بتغيير الملعب ده مش هينفع نلعب على الملعب ده يا جماعة نلعب في ملعب تاني وهي دي الحالة الوحيدة اللي حيتم فيها نقل الملعب أو تغيير الملعب في حالة أخرى وهي على حسب رؤية لجنة المسابقات لو شايفين أن الملعب مثلا ده استاد برج العربسي هو اللي حستضيف مثلا ماتش أهلي وزمالي الملعب ده مش لائق فنيا إنه هو يستضيف هزي المباراة فحنروح لملعب تاني دي أيضا حالة أخرى تقدر من خلالها أن ينت تغير الملعب في الموسم الجديد طيب عموان نتمنى موسم يكون جيد وبإذن الله يكون الدوري رقم 43 بالنسبة لنادي الأهلي في موسم حيكون صعب جدا ومنفسة قوية مع فرق عديدة دعمت صفوفها بالشكل المميز في جزئية عايزة أختم بيها الموضوع ده وهي بتتعلق بتصريحات مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديدة ومبارح كان في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع أحد الزملاء الأعزاء الإعلاميين وكان بيتكلم على جزئية غاية في الأهمية وهو كان بيقترح بيقترح أن بعد كل مباراة يكون فيه مصفحة ما بين اللعبين ويبقى ده أمر إلزامي مش لازم كل اللعبين يصفحوا بعض لكن على الأقل 5-6 يسلموا على بعد بعد المباراة كان نوع من أنواع نبذ التعصب ونوع من أنواع الروح الرياضية اللي بتكون مطلوبة جدا فيه أوقات زي دي نتمنى طبعا موسم يكون هادئ ومليئ بالروح الرياضية واكتراح مميز جدا في الحياة من أستاذ مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالتحاد المصري لقرة القدم دي أبرز بنود ليحة لجنة المسابقات الجديدة للموسم الجديد وإن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونتمنى أن نشوف موسم جيد في بطولة الدوري المصري ما يكونش موسم استثنائي كمان على غرار آخر موسمين تحديدا كمصعبين جدا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل وعندنا أرقام مهمة جدا لهواة الأرقام بتتعلق بالنادي الأهلي وبعد حصده للثلاثية على مدار الموسم اللي فات هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفاصل يوم اسأل عالأهلي وبضلاغه هيقول لك واسع للأقل متفايا عالأهلي والأهلي ضغطوا من أول الصد